النهاردة بإذن الله هيصل مرسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الآلي هو أفراد الجهاز المعاون قادما من سويسرا بعد فترة أجازة وراحة لمدة أسبوع على فكرة الناس ممكن تعتقد أن الأسبوع اللي فات كانت فاتت رحة سلبية لكل الفريق لا إطلاقا كان فيه برنامج يمكن أعده مرسل كولر ويمكن كان موجود مع كل اللاعبين بيوسطه فيه أداء التدريبات التأهلية فيه لعابين ممكن تكون موجودة في ملعب التتش فيه لعابين موجودين في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي الآلي في الجزيرة ولكن الجهاز الفني هيبدأ من النهاردة يبص بقى على الأرقام ويشوف مدى استعداد كل لعب واستغلت زي الفترة دي عشان لما يبدأ التدريبات من الغد إن شاء الله ما يكونش فيه جاب كبير ما بين بعض اللاعبين استعدادا لأولى مباريات تدوري أبطال إفريقيا أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل زي النهاردة إن شاء الله هذه المباراة الأولى في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لمصابقة دوري الأبطال بقرى إن شاء الله يكون استنافل تدريبات عصر الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة وناس كتيرة ممكن تتكلم على فكرة طيب اللاعبين الدوليين اللي المفروض في منتخبنا الوطني هيختتموا مبارياتهم بقرى فإمتى يدخلوا في التدريبات الجمعية استعدادا لمباراة ميدياما بنسبة كبيرة طبعا لما يرجعوا مش هيوصلوا تدريبات يوم الاثنين يعني فيما معنات اتجاه بنسبة كبيرة من الجهاز الفن أن يكون فيه راحة ما لا يقل عن 48 ساعة يعني يكون فيه أجازة الاثنين والثلاث ويكون بداية التدريبات للمجموعة اللاعبين الدوليين ابتداء من يوم الاربع ولكن بالنسبة لحسين الشحات وإمام عشور بكرة إن شاء الله هيكونوا موجودين في التدريبات الجمعية مع الجهاز الفني وهينتزموا في التدريبات بشكل عادي جدا ليه بقول كده؟ لأن بارح كان فيه تصريحات مهمة جدا خرجت من الكابتن خالد بيبو عبر الموقع الرسمي للنادي الأهل تصريحات دي مهمة جدا نستعرضها مع حضراتكم واللي فيها قال الكابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهل في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب ولا نتدخل في قراراته مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شؤون فريقنا وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهل تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عاري تماما من الصحة ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم عشرين ستة وعشرين على فكرة التصرحات دي خرجت عشان ترد على حاجة واحدة بس عقب قرار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني واللي نشر على الحساب الرسمي لاتحاد الكورة عبر الفيسبورك واللي تقال فيها استبعاد الثلاثي طريح حامد وحسين الشحات وإمام عشور لعدم الالتزام في التدريبات الكل بلا استثناء سواء على يوتيوب أو على الفيسبوك أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وجهه مناشدات لإدارة النادي الأهلي بتوقيع أقصى العقوبات على اللاعبين دون معرفة الأسباب أو دون معرفة التفاصيل وبعد القرار ده ما طلع إنباركت فيه عدة تصريحات التصريحات اندلت على شيء بتدل إن المفروض إن القرار اللي صدر صدر بخصوص مواجد سريليون غدا فقط وليس قرار اندباطي أو قرار تأديبي لأن القرارات الاندباطية أو القرارات التأديبية مش محتاج حد يقول للنادي الأهلي افتح تحقيق أو عاقب اللعيب اللي عندك لأن الأهلي على مدار التاريخ ليه مواقف جيدة جدا في هذا الشأن في التسعينات وفي بداية الألفية ومع لعبين كثيرين وكانوا نجوم يعني لا بديل عنهم في منتخبنا الوطن ولكن المزايدات اللي حاول البعض يعملها على قرارات اليوتيوب أو على السوشيال ميديا بخصوص إن يكون فيه قرارات تأديبية واندباطية النادي الأهلي درس وشاف الموضوع وشاف إن الموضوع أمر يخص الجهاز الفني المنتخبنا الوطني كمان في نورة تانية المنتخب الوطني لم يصدر من مديره الفني أو من مديره الإداري أو من المشرف العام أو من مسؤول في اتحاد الكورة بمطالبة الأهلي بتوقيع عقوبات على اللعيبة وبالتالي من تحدث عن فكرة توقيع عقوبات على اللعيبة هي اجتهادات شخصية للبعض سواء من خلال حسابتهم أو من خلال قنواتهم عبر يوتيوب يعني في إطار إنه هو عايز مش عقولي زايد ولا هو عايز مثلا إيه إن الأهلي ياخد موقف سواء بيتكلم بمنطلق إنه هو بيتكلم للمصلحة العامة أو ممكن يكون ليه مصلحة شخصية ما الأراء بتتباين في ناس بتتكلم للمصلحة العامة ودي أراءها بتبقى واضحة وفي ناس ممكن بتتكلم للمصلحة الشخصية النادي الأهلي من خلال مدير الكورة قطع الشك باليقين وقال في تصرحات خاصة للموقع الرسمي بالأمس إن هذا الأمر يخص الجهاز الفني للمنتخب كما أن للأهلي له قواعد وأصول ما بيسمحش لحد أن يتدخل فيها المنتخب ضم لاعب أو استبعد لاعب ده أمر يخص المنتخب الوطني وفي النهاية كلنا بنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الأمر لو بيتعلق بعدم التزام في التدريبات الجهاز الفني بقيارة روي فيتوريا خد قرار بمواجهة سيراليون وعلى اللعبة دي ما تكونش موجودة في مباراة سيراليون ولكن محدش قال إن اللعبة دي مستبعدة على طوله وقال إن فيه قرار انضباطي أو اتكلم على أمور تأدبية لقدر الله فيها التفاصيل تستدعي تدخل الأندية مع لعبيها وبالتالي الأمر نحطه في هذا النطاق وفي هذا السياق عشان حكتين أولا إننادي الأهل لو هيركز مع لعبته أكيد فيه أمور داخلية الأهل بيشتغل عليه وأنا وصخ مليون في المية إن كولر من النهاردة من النهاردة جوه قدت اللبس هيبدأ يركز كتير قوي في تفاصيل مهمة جدا عشان اللعبة كلها تركز في الملعب بس محدش يتكلم على المشاركة وعدم المشاركة لإن في بعض المباراة برضو شفنا ده حتى في بعض المباراة وحتى العقوبة اللي وقعت على أفشة كان في نفس الفكرة خرج وتم استبداله وكان زعلان ومتدايق وامتعط شوية فالجهاز الفني والجهاز الإداري خد قرار تبقى للليح فالحتة دي داخل النادي الآلي هيبقى فيها انضباط كما هو العادة لكن بالنسبة لمنتخبنا نقفل على الجزئية دي وكفاية كلام كتير على السوشيال ميديا لأن منتخبنا بقر عنده مباراة كبيرة جدا عنده مباراة مهمة جدا آه أنتش بتلعب مع منتخبات من التصنيف الأول بس بتلعب مع منتخب أنت محتاج تاخد منه تلات نقاط خارج أرضك وفي أجواء ممكن تكون صعبة الملعب اللي تقام عليه ملعب نجيل صنوعي وشوفنا الملعب ده في مباراة قيمة من يومين ما بين لايبيريا مع الكونه أعتقد يعني وكانت مباراة صعبة حصلت فيها هطول أنطار البس الفضائي للمباراة ما استكملش بسبب الأجواء الأرضية نجيل صناعي فدي كلها ظروف ممكن تكون صعبة على منتخبنا فمحتاجين نقفل يا جماعة الكلام في التفاصيل دي ونركز مع المنتخب عشان نرجع به إلى ثلاث نقاط دي جزئية وبالتالي إن شاء الله بكرة النادي الأهلي هيبدأ الاستعداد للبطولة الإفريقية ودي محطة مهمة جدا لازم نستعد لها بشكل كويس في خسارتين في بداية الموسم على المستوى الإفريقي محتاجين نستعيد الصورة الإيجابية عن النادي الأهلي لأهلي حامل لقب دور الأبطال فمحتاجين نركز في مباراة ميديامة المواجهة دي مواجهة على الورق قد تكون سهلة ولكن محتاج تركز فيها عشان تاخد أول ثلاث نقاط وانت الفترة اللي جاية كله اسموع عندك مباراة في أفريقيا 25 نوفمبر 2 ديسمبر 9 ديسمبر مباراة الرابعة مع ابو نزداد في الجزائر لسه حسب ظروف الأهلي في كأس العالم لأن ده يتحدد معده يا تتلاحب بعد كأس الأمم وده نتمنى إن شاء الله لو كمنا في كأس العالم أو لقدر الله ممكن تتلاحب في 20 أو 21 ديسمبر لو رجعنا بعد 15 ديسمبر في كأس العالم وده بالتأكيد ما نتمنهوش وكل التوفية رب للنادي الأهلي الفترة اللي جاية